السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سلام عليكم خوتي تحية كل شاب زائري داخل وخارج وطن مرحبا بمشاهدين الكرام في قناتكم قناة اخبار منتخب الوطنية الجزائري واخبار المحترفين وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه ولسنا تابعين لأي طرف خوتي اخوتي ما تنسوا بشي بارتاجه هذا الفيديو بارتاجه بزا 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 بلاني غاد نجيب بكم خبر خبر جتاعمل احشب في هذه ربع سنين هذا والخبر شباب كان غير تعكوب دوفيك لي ربحنا وهذا اللي غادي جي مولا ان شاء الله غادي نعطيكم خبر رسميا 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 الف بمئة تلتالاف بمئة وليد سادي اليوم لو كان يسجل في الفيديو في هذه اللحظات نورمال مو رايتنكت في وكالة الانباء الجزائرية وكالة الانباء الجزائرية واشما ستعلن رسميا ترجح وليد سادي لرئاسة الفيدرالية هذا واش معناه كان اشارات كبيرة بان اعلى السلطات باس وعلى بكم سيتان بوس ديطا ما غير في انتخابات ولكن سيتان بوس ديطا الدولة تزكي وليد سادي كرائس فيدرالية الحمد لله ما اقل شوي معارض لهذا الدولة معارض لهذا النظام ولكن في الصبر ام وجه ابونا والد سادي الي يعتبر مرشح الاجماع خاوتي انا لست تابع له ولكن هذا الانسان نحتارمه وكانت عندي امنية يكون رئيس اتحادية هذا مكان نتمنون لها غير خير ننصحوه بسبيل الله صحيح هذا اشارة باللي الدولة تخلت رسميا على السورش بعد النقصة وبعد السقطة الديبلوماسية اللي حشم الدولة الدولة وصلت انترفيونت عليها في انترفيونت في اوتيوبيا في الافريك دي سيت في التشارت في النيجر جابت لها اللي يفوا تعبور كينا فاص وهدول يطر قد تجيبوه من الجابتة واحد السات ولا هو يفوا من بعد خرج لهم في شي عندها في شي كحلا كتك 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 كسكم مين را جرادة عندها قل سيت تبلي عاوني عاوني وعلى بادي كانت صعيبة باش يخسر كان كان قادر يجيبوه له هدل عشرة ولا اتنى عشر من فوا بالحشمة ديبلوماسيين ولا اقول يكملها هو ولكن دولة اخلت وليد سادي رسميا مبروك علينا ومبروك على الجماعي الجزائرية ومبروك على الشعب الجزائري هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب وليد سادي رجل الاجماع ما كانت واحد اللي قد يكريتيكيه انا واحد من تكشين كريتيكيه بس كو انا شدت عن قريب المنتخب الوطني هو رجل خافاء هو والد الاحتراف في المنتخب الوطني هو والد سادي لازون تالازون هذا وين ارتحت ارتحت باش وليد سادي يعلن ترشح ورسميا وفي وكالة الانباء الجزائري اللي تعطى عبر الناتق الرسمي للدولة هذه فيها نقطة استفهام عنده النفوذ فولا خوتي نقول لكم ونزيد نقول لكم باللي والد سيكون سيكون له دعم من الشعب دعم جماهيري سيخلق تنائي خارق العادة هو وجمع بالماضي تنائي خاطر تنائي استهل وان شاء الله باش شو باش نعاونوه باش يصف في الكورة الجزائرية سيبا فاصل بس على الاقل نشوفه اصارات اول اشارات مكتب فديرالي قاوي ومحترف ما خصناش العجايز ما خصناش الديناسورات ما خصناش هاد العباد خصناش هاد العباد خصنا طالع كومبيتون على بل باش يلقابلوا في درسي بفاصل بس كواعدنا جمعية عامة تعال خبس كوادي اللي يترشح ليكونوا كونوا عطفوا الجمعية العامة وهاد الناس باش تلقاهم سيدي في سين في هادك ميوكش حاجة باش لقى ناس دي كومبيتون اغلبية ابني ويمي كانت سعيدة اللي نجمون مليح ونور مامورة في القروب المعلومات لها عندي باللي بن حمزة رافيها بإذن الله من بعد دي وقع اختيارات ان شاء الله يلقوا واحدين يكونوا خدامين في دي كلاب ولا يكونوا دي زاكسيونة ولا سيبا في دي كالكلاب يكونوا عنهم ترشح رسمي نلقوا ناس كومبيتون خوتي شا نقولكم هاده شموه الفرحة اه ولي تصدي ما هو ولي تصدي خدم عشر سنوات يستهر يكون مرشح الدولة ولا مرشح الشعب ولي تصدي ما تقولوش بلي مكان ولو ولي تصدي وش ما ولي تصدي خدم عشر سنوات في دي لليه من حقه هو يحكم في دي لليه يعرف كواليس افريقيا اه الرجل التاني اه رجل خافاء اغتروا راوة اه معروف افريقيا يعرف كواليس افريقيا اه عنده خبرة دارش عمون كونغري دارش عمون اه جمعية عميه افريقية تلقى مع رؤسة افريقية يعرفوا سياخد دعم رئيس الفيدراء القادم رئيس الفيدراء القادم غاد يدعمه وانا منطروك وحاسبوني بهذا الفيديو اذا والد كان رسميا رئيس الفيدراء الجزائرية بإذن الله في نهاية عهدة ليبي وليد صاديس يكون عضو في الكاف رسميا عضو تنفيذي في الكاف وبعدها ان شاء الله يكون في الفيفا هذا اشتنجان هذا اول مرة جبطوا نوعات شباب السيد خادم خمسة تعكوب داخل افريق ودو كوب دي مونت وما ننسو الشتافي عم درمان هو اللي در ريزالفاتيون في السودان ما نشوش عليها في دوميلنا في السودان هو اللي خطط هو حاجره وراءه وجماعة وجاهد زفجاف وما اللي خططو ضلوك والد سيد والد صادي هو موارشح دولة جزائرية وموارشح الشر ما هي الدولة الدولة حنا خاطئنا وخاطئة حنا الدولة قلنا لكم خلونا نغير البولة البولة تعنا اول مرات اكسبتولي شواتانا احنا قدرنا انا الخبر ترشو انا الخبر ترشو راندي في واحدة السبعة شهر ولا تمانية كنتم قلت لكم من جي الوقت لنقول لكم قال سلام بالله يا الخبر كان عندي صافي واحدة السيطان ساتة موة وموة كان عندي العمل فات في ضربة مبغاية طيار هذيك مبغاية طيار الزطيوش ضربة دوميل ديزناف ولكن في عهد الكورونا وليد كان هو المرشح وكنا بش مبغينات نهالي قالها في الدراجة هذي قعدت نكالمي في اللعب من نامة شي وقتها مش يديك مش يديك مبغيناش ندير ولا تريسون للراجل مبغيناش نعطو الوقت زطيوش زطيوش جاته العقوبة حبل الود كان بقي لها شوية خيطة لاشي طاح له في الاقصاعة على الفيفا كان طامع فيه نسيب جراد معه جراد نسيب جراد كان شوية جراد شايف عيط قال شوف كي عاونة في السافرات عيطة للسافرات فالسافرات قال كدوا واعرين قال كدوا نقادلون ضمنونها عشرة اتناعش فصاي والد صدي ختم دوكو بديمون والد صدي أنا كنت نشوفها بعيني في المتخب الوطني عندها قبول عند اللاعبين المحترفين يحبوه اللاعبين المحترفين محرز الجماعة قاي يحبوه للجور بالماضي جنراسون تاعة ولا بالماضي كبير عليه بشوية هذي قد قاعد سيلاج واحد ولا والد يكون صغير عليه شوية هذا بالماضي تقبل والد صدي عندها قبول له بشو المصدر اللي يقول لكم لي بالماضي عندها قبول في والد صدي مدخب الوطني خط احمر والد صدي واش قال في الخافاء مرحي في افريقيا داع في افريقيا كان هو من يروح عليك النصو يروح سيمانا مقبل هو يدير ريزا باصل هو يدير منه منه كان يتمشى معه رئيس يتعى سابق ويعرف أنا في الدومي 10 قسم من بلا كنت متمنى هو يجيب لفيدراسيو كنت متمنى يا أخوتي والحمد لله وشكرا لله هذا حلم تاعي هذا المطلب تاعي اللي كنت نحوص عليه الحرب اللي كنت دائلها درب أسنين كنت بغي واحد كما وليت صادق هذا الراتح الاتحادية إن شاء الله صحيح ما بقىش قدر الفات الوزير دال كومي دال تعالى لارضاتي هذي قلوكم بعد نحكو عليها تعالى كومي نيكي اللي دالها تعالى لاصوم لجينال لا غالب ما كانش على بالها من اللي من اللي سلطيوش غادي يتعاقب عليها دال هالفانبارس تكون على بالها من اللي كان غادي يتعاقب الجميع انتخابية يتندر هذي اللي همات على بل هذي هذي الفانبارس تساعد سلطيوش باش يكون عندها وقت باش يسوفره ولكن خيط الوزير دال كورجيت الوزير إن شاء الله الكمال وليله إن شاء الله يدير حملة انتخابية قوية إن شاء الله بيروفيدرا يكون بروفيسونال ونحن ندعمو فيه في المواقع التواصل الاجتماعي ندعمو فيه بصح هو باش الارون كمبوستي عنا وهي الرتعنا هي العامل والصرامة والحيادية العامل والصرامة بالعامل ونشوفوه ومو التمار مغاش نقولكم بل انتنفيسية موادي تقلع الفاسة ومو اللجنة التحكيم قوية التحكيم هو الدوسي السنسيبل البرماجة شانجمو في الرابطات في السيطو الرابطات هذي تعل رمبو واني هدر على رمبو تحتها الله يسأل عليهم تحتها الدو مونضا تاحم من تكلموا المونضا تمك الهضرا لك احنا مانا هدروش بسح في الرابطات ما بين الرابطات في الانترليق هذوك تمكي يلقى هذوك الهضراف من بعد بعد نهاية الانتخابات عدنا الكلام تكلموا على ذوك على بن رجبغ ورمبو واذاك علي ماليك من بعد هذو ووالا خوتي احنا هدرواك كلنا لمن تفهموا شو معه يعني تفهموا معه الدعمت عنه هو وليد صادي وليد صادي هو رجل المرحلة وليد صادي منذ الوقت نعطوك ام وعام دينا شوية اشارات ومبعدنا هذر قال لك كل مقال المقال قال لك كل مقال المقام كل حاجة وقتها ونحكو عليها فولا خوتي جبتكم فونوفيل فرحو معنا ومن بعد غني عنديكم المهم هذو دروك شوية ويخرج القرار في وكل الأنباء دوك يخرج لبارة الطناعش معلبيش لاخرش بسكني مدي كونليكتي ودوك يخرج في وكل الأنباء رسمي تحية لكم ومرحبا مرحبا بكل المساندي لوالد صادي ولكن نسندوه ولسنا طرف له لما يخطئ نتكلم نعطوه نصائح صراح حاجة ندين نصو صراح حاجة مش يمليع في دراس ونقوله شا صرا أي يا وليد رجلنا هذي السلام عليكم بو نوفم تحية جزائر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا لكم